الجيش الإسرائيلي بيلغي صفة المدنيين عن الضحايا قبل ما يستهدفهم بهالطريقة ببرر كل الجرائم العمير تيكبه بوصفة أهداف عسكرية دقيقة وعمليات اختيال المدني عنده حماية خاصة بالقانون الدولي وفيه فرق واضح بينه وبين العسكري بس إسرائيل تستغل هالفرق بحجة الحرب على الإرهاب اللي بتستعمله لتشارع عن القصف العشوائي والأتل الجماعي حربنا ليست ضدكم حربنا هي ضد الإرهاب الذي استغلكم ليقتل شعبي الاحتلال بيستخدم حجج كتير لتبرير السهدف المدنيين في لبنان أول شي بيقول أن الحرب هي ضد الإرهاب اللي عم يحتمى بين الناس وبعدان بيعتبر كل البيئة المحيطة بالحزب هي بيئة إرهابية وإذا هذا ما كان كافي لتبرير القتل بيستعينوا بنظرية الدروع البشرية اللي بتخلي كل شخص يصير هدف مشروع بحجة أنه عم بيغطي على عسكري تاني وبهالطريقة بيحول للاحتلال كل البناء التحتية الصحية والسكنية لأهداف عسكرية ما في مدنيين عند إسرائيل الكل يا عسكر يا دروع للعسكر أو مشروع عسكر وبهالمنطق قتلت إسرائيل أكتر من 41 ألف شخص بغزة وأكتر من ألفين شخص بلبنان